الاتحاد الصناعات لا زال معترضاً على رفع الحد الأدنى للأجور لغاية الآن الحد الأدنى للأجور أو الأجر هو 350 ألف شهرياً وهو في الحقيقة قليل جداً لذلك نحن عازمين على إقرار حد أدنى للأجور في مجلس الوزراء ومجلس النواب لا يقل عن 450 ألف دينار شهرياً وهو الذي لا موافق عليه أو معترض عليه؟ الاتحاد الصناعات اعتراضاً أنه إذا رفعتهم الحد الأدنى للأجور معنات كثير من الأصحاب العامل سيطرون ويسرحون عمالهم لأنه ما يتناغم هذا الحد لكنه وفقاً للواقع الحد 450 ألف راتب الدرجة العاشرة للموظف مع ما موجود الآن من تضخم اقتصادي وما موجود من غلاد الأسعار ما الذي يمكن لـ 350 ألف أن تصنعه لعامل يشتغل كذا ساعة يومياً وكذا يوم سبعين خص عامل ممكن أنه يشتغل بغروف ليست مناسبة أحسن